السلام عليكم بعد تسع سنوات على جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري انعقدت أولى جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في كلمة افتتاحية أكد رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دافد راي حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة تلاهوا اتهام المدعي العام نورمان فاريل لمصطفى بدر الدين وسليم عياش بالإعداد مع آخرين لاغتيال الحريري اتحدث عن جهود بذلت لإخفاء الجريمة وإلى جانب العرض التقني والفني داخل المحكمة شهدت الباحة الخارجية كلاما في السياسة فقد أكد رئيس الوزراء الأسبق صعد الحريري طلاق مسيرة العدالة وعدم الرد على العنف بالعنف كما استغرب اتهام لبنانيين بالجريمة باعوا أنفسهم للشيطان في المقابل اعتبر المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني جميل السيد أن المحكمة فاقدت الصدقية وأن ما عرضه للدعاء لم يحمل أي جديد وسبق أن أوردته الصحف هذا الموضوع سيكون محور ملفنا الأول في المسائية بينما نتضرق في الملف الثاني إلى المحادثات التي تجري في موسكو بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا والتي تتركز على تنسيق المواقف قبل انعقاد جينيف اثنين لكن قبل الدخول في تفاصيل المسائية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء من غرفة الأخبار أهلا بكم تبنت جبهة النصرة في موقعها على تويتر تفجير السيارات المفخخة في الهرم التفجير أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين ويعتقد أن انتحاريا فجرت سيارة مفخخة أمام سرايا المدينة صباحا في وقت تشهد فيه المنطقة الزحامة لحركة المرور الجيش اللبناني أصدر بيانا عن الحادث مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ لمعرفة طبيعة التفجير وظروف حصوله أكدت مصادر رسمية فلسطينية أن الحخام المتطرف يهودا جليك اعتلى سطح مسجد قبة الصخرة مع مجموعة من المستوطنين وحصلت مشادات كلامية بين المتطرفين والمرابطين في المسجد مدير عام الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب استنكرت اقتحام المستوطنين للمسجد معتبلا ذلك خطوة استفزازية وخطيرة قال المتحدث باسم رئاسة المصرية إيهاب بدوي أن الإقبال على الاقتراع للاستفتاء في الدصور مثل رفضا مدويا للإرهاب في مصر وفي بيانه له أضاف أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ عبر الإقبال الواسع على الاستفتاء في الدصور من جهته أعلن تحالف الشرعية حشده لما سماه أسبوع التصعيد الثوري حمل مساعد رئيس الأركان الإيرانية مسعود جزائري السعودية المسؤولية عن جانب كبير من الصراعات في المنطقة باعتبارها بلدا مسلما وتصديف الحرم الإلهي الآمن جزائري قال أن الاستكبار يحرض المسلمين بعضهم ضد بعض وأن الإسلام الذي كاد أن يساعد وحدته وتطوره شوهت صورته من خلال نشر المشاهد الوحشية أفدت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلي قاعد بعد ظهر اليوم الخميس إلى الجزائر بعد أن خضع لفحوص طبية بمستشفى في باريس بوتفليقة كان قد غادر الجزائر قبل يومين ما آثار الكثير من الشقوق حول وضعه الصحي وترشحه لولايات رئاسية رابعة ومن المقرر أن يدعو بوتفليقة يوم غد ألجم عن ناخبين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل نيسان المقبل في تونس وصف حزب التحرير مشروع الدصور بالكارثة والفضيحة الناطق باسم الحزب رضا بلحاج قال أن مشروع الدصور هو مشروع استعماري يناقض الشريعة الإسلامية واجرت سياغته تحت وصاية غربية بلحاج أضف أن مشروع الدصور التونسي خال من عنوين الثورة ومن نصرة قضايا الأمة ويكرس للسعمار الاقتصادي وهيمنة الدول الكبرى على البلاد ختام الموجز عودة إلى متابعة المسائية شكرا لك دينا إذن عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أولى جلساتها قال المدعي العام للمحكمة نورمان فريل أن المتهمين مصطفى بدر الدين وسليم عياش أعدى مع آخرين لاغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري فريل أشار إلى أن أطرافا داخلية وخارجية كانت ضالعة في الاغتيال لفتا إلى جهود بذلت لإخفاء الجريمة مشيرا إلى أن الحقيقة لا تحجب كان رئيس المحكمة الدولية ديفيد باراكوانث قد افتتح الجلسات العلنية في لاهاي وأعلن بدء الاستماع إلى الشهود في القضية الأربعاء المقبل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري قال أن اتهام مجموعة لبنانية بنحو مستند إلى أدلة وتحقيقات واسعة في قضية الاغتيال وأمر مستغرب جدا لقد هالنا بالتأكيد أن تكون هناك مجموعة لبنانية موضع اتهام مسند إلى أدلة وتحقيقات واسعة وما كنا نتصور أن في صفوف اللبنانيين من يمكن أن يبيع نفسه للشيطان وللنقاش ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ الجامعي والمحامي الدولية الدكتور أنتونيوس أبو كاسم كذلك ينضم إلينا في الستوديو نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية السابق رشاد سلامة أهلا بكم أبدأ معك سيد سلامة انطلاقا من شكل الادعاء انطلاقا من أولى الجلسات المحكمة الدولية الخاصة في لبنان شكل الادعاء الاعتماد ربما على سجلات هاتفية هل يشكل أرضية وأساس لقضية نتحدث قانونيا متماسكة؟ كان صار في كلام على أن ما سيقدمه المدعي العام في انطلاق المحكمة الخاصة في لبنان أنها ستكون من النوع المزلزل أو من النوع المدهش في الواقع ما سمعناه حتى الآن من المدعي العام هو كلام على الأدلة التي حكي عنها سابقا سواء ذلك ما يتعلق بالسيارة التي استعملت لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية التي سببت فاجعة كبرى للبنانيين عامة وبالطبع لأهالي الشهداء الضحايا أما مسألة شبكة الاتصالات أنا أذكر أنه في تقرير البدع العام السابق السيد بيلمار حكى أيضا عن شبكة صفراء يعود تشكيلها إلى عام تسعة وتسعين يعني إذا تحدثنا عن شبكات موجودة وتواصلت يعني أصحاب الهواتف تواصلوا ضمن حلقة مقلقة طبعا السؤال يأتي يكون طبيعيا يعني إذا كانت الشبكة تألفت أو كانت تتواصل فيما بينها أتكلم عن أفراد هذه الشبكة منذ العام تسعة وتسعين كانت تسمى الشبكة الصفراء عد للقرار الإتهامي لهذه الجهة التقنيات الاتصال ليست بحد ذاتها دليلا من الأدلة الثابتة أو التي تسمى دامغة يعني لا مرد لها نعرف أنه في التقنيات الحديثة هناك إمكانية واسعة للتلاعب بهذه الأرقام وبالاتصالات وأذكر فقط على سبيل المثال أنه منذ أشهر قليلة كان العالم كله يتحدث على شبكات التجسس التي تعمل لصالح الدولة العظمى يعني الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تتناول دولا بأسرها من رأس من قمة هذه الدول يعني رؤساء الدول والوزراء والسياسيين حتى المواطنين العاديين بهذا المعنى لا يكون هذا الدليل بحد ذاته دليلا كافيا هذا الكلام الآن لا يعني أنه سوف لن نسمع من المدعي العام كلاما إضافيا يعزز هذه الأدلة ويجعلها أدلة مقبولة كيف يمكن أن تتحول ربما من أدلة يعني إلى تتحول إلى أدلة مقبولة نحن نتحدث الآن عن أولى الجلسات وربما أو هو فعلا هي سابقة أن يتم المحاكمة بمحكمة دولية من دون وجود المتهمين ومما حدثت مرة بعد الحرب العالمية الثانية كيف تتحول إلى أدلة مقنعة وأن تتوجه هذه الاتهامات دون وجود للمتهمين طبعا هناك شهود سوف يتم الاستماع إلى شهاداتهم أعتقد في الجلسات التي ستنعقد في مطلع الأسبوع القادم يتوقف الأمر على جدية شهادة هؤلاء الشهود وعلاقة الشهادة بهذه الأدلة يعني هناك قرينة نسميها الآن يحكي عن دليل أن حركة الاتصالات هي دليل أنا أعتبرها قرينة قد تقود قد تصبح دليل إذا تعززت هذه القرينة بدليل آخر دليل ثابت يعني شهادة شاهد شهادته تعزز هذه القريبة كلامي لا يعني أنني أنفي كليا إمكانية الاعتماد على ما سيقول مقاله أو ما سيقوله الإدعاء لها علينا أن ننتظر مرحلة متقدمة من مراحل المحاكمة التي ستطول على مدى سنوات كما هو متوقع أريد أن أشير إلى أن المحاكمة بحد ذاتها هي المرحلة الأكثر تقدما من مراحل التحقيق الآن هناك مسار لا يزال مستمرا يعني هو عمل المحاققين الدوليين فيما المحكمة بدأت بمحاكمة المتهمين محاكمتهم غيابيا لو تقول أنه ربما ستطول وهو متوقع ربما تطول لسنوات وبداية المحكمة أيضا طالها العديد من إشارات الاستفهام ربما لجهة التوقيت وخصوصا إلى السنوات الطويلة التي سبقت هذه البداية لأولى الجلسات تبقى معنا سيد سلامة وقبل الانتقال إلى ضيفنا دكتور أنطونيس أبو كاسم أيضا المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد رأى أن المحكمة الدولية التي افتتحت أعمالها اليوم هي فاقدة للصدقية لأنها لم تعالج ولم تتطرق لما حصل في المرحلة السابقة إذا جمعنا كل الروايط التي وجدت في الصحف منذ وقوع الجريمة إلى اليوم يمكن لأي كان لأي حتى صحفي أن يستجمع هذه المعطيات وأن يعيد تلوتها على الجمهور ليس فيما قدم اليوم على مستوى المحكمة أي شيء جديد بالطبع لن أدخل في التفاصيل للملاحظات التي ممكن أن تكون عديدة السيد لفت إلى أن كل الشعب اللبناني يجمع على معرفة الحقيقة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري السيد شدد على أنه من الطبيعي أي وافق الجميع على العدالة بصورة عمياء ولكن ما تبين أن هناك مؤامرة استهدفت العدالة فأوقفت أربعة ضباط زورا سيد يأتي إلى المحكمة ويطلو الإفادات والشهود كان ملف الإجرام شهود الزور موجود في درجة المدة العام ونام إلى الأبد يعني أية عدالة هي هذه التي تخفي أدلة ولا تحيلها إلى مراجع فضائية أخرى لتحقيق فيها ونعود إلى ضيفنا وممدأ معه حقيقة دكتور أنتونيا أبو كاسم انتلاقا من مقاله السيد ومقاله أيضا أنه هو متواجد أو تواجد في لهاي ليقول أنه أن نصف الشعب اللبناني غير مقتنع في المحكمة الدولية ما الذي قدمته هذه المحكمة اليوم من أدلة تعتبر ربما دامغة يمكن أن تقنع اللبنانيين بإنجازها للعدالة أولا لدي ملاحظة في الشكل تكلم زميلنا الأستاذ سلامي عن تقرير يعود للعام 1999 فهو بالواقع يعود إلى آخر تقرير لجنة التحقيق الدولية للعام 2009 أما فيما خص نظرة الشعب اللبناني وفيما خص ما حصل اليوم أنه القرار الاتهامي الذي نشر في 25 أحزيران من العام 2011 وبالتالي أن المدعي العام في اليوم الأول هو يعرض لهذه الأدلة ولا نستطيع أن نقول لأنها دامغة لأننا نتكلم عن المحاكمة وعندما نتكلم عن المحاكمة يجب أيضا سماع ما سيقول الدفاع والدفاع خاصة في هذه المحكمة هو على قدم المساواة من مكتب المدعي العام فأيضا هو مخول أن يجري التحقيقات وهو مخول أيضا أن يطلب الشهود وأن يستجرب الشهود وبالتالي الفصل يكون للقضاء الجالس لغرفة الدرجة الأولى وبالتالي الجرائم الإرهابية نعرف أنها جرائم صعبة التحقيق وبالتالي إنه هذا نوع جديد من الأدلة الذي يستند إلى المكالمات الهاتفية وإلى ما هنالك ولكن تشدر الإشارة أن التعاون مع مكتب الدفاع هو تعاون ليس كما يجب ولحظنا في الأسابيع حتى وفي الأشهر المنصرمة أن طلبات مكتب الدفاع لم يتم التجاوب معها بطريقة إيجابية كاملة لضحض ادعاء المدعي العام وبالتالي ما يقوله المدعي العام هذه ليست بالحقيقة المطلقة يجب الانتظار القرار الذي سيصدر عن المحكمة ونعرف أن هذه المحكمة تطير ملاحظات منذ تاريخ إنشائها البعض الآخر يعتقد أن لبنان بحاجة إلى عدالة دولية لوقف الاختيال السياسي في لبنان وطبعا القسم الأيسر من اللبنانيين يعتقد أن هذه المحكمة تضر بالسيادة وأيضا تأخذ اللبنانيين إلى محل في حين لهم عندهم سلطة قضائية مستقلة ويمكن أن تجرأ التحقيقات وفي هذا المدمار يجب الإشارة أن هذه المحكمة ليست محكمة دولية هي محكمة خاصة بلبنان محكمة ذات طبع دولي وبالتالي أشير إلى أن هذه المحكمة تدين فقط جرائم إرهابية وتستند إلى القانون وتطبق القانون اللبناني وليس القوانين الدولية وخاصة حتى تاريخه أن جريمة الإرهاب ليست بعد جريمة من جرائم القانون الدولي صحيح إضافة إلى أن وتعتبر سابقة أن يسجل محاكمة أفراد بتهمة الإرهاب تسمعني سيد دكتور أبو كاسم؟ حاليا أسمعك ونقول أن هي سابقة في أن يتم محاكمة أفراد بتهمة الإرهاب لكن بالنسبة لانطلاق أولى الجلسات وما عرض أنتم تعتبرون أن الملامح نتحدث قانونيا الملامح الأولى للمحكمة هي في الخطوات الصحيحة والمطمئنة ولا تأخذ هذا الطابع ربما الذي يحمل سياسيا أنا كمحامي لا أستطيع طبعا أن أعتمد على مقاله المدعي العام فقط لأبني عليه المدعي العام لا يمثل المحكمة هو يمثل جهاز واحد في المحكمة علينا أن ننتظر ما سيقوله محمود دفاع وأيضا ما ستهاكله الغرف لنعرف فعلا ولنستطيع أن نناقش الأدلة الأدلة حتى تاريخه لم تناقش هناك سرد لنظرية معينة طبعا الإدعاء العام سيدافع عنها ويجب علينا انتظار شهادات الشهود وأيضا بعض الدلائل الحسية فالأدلة هي شيء أساسي بهذا الموضوع وبالتالي ليس علينا الحكم من أول يوم على هذه المحكمة يجب أعطاء وقت وخصوصا أنها أول محكمة ضد طابع دولي تنظر بجرائم إرهابية كافة الجرائم نظرت بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالإبادة الجماعية سأعود إليك دكتور أبو كسم بالعودة التي ضيفنا هنا في السيديو سيد رشاد سلامة نتحدث عن إمكانية أن تفلح المحكمة بإقناع الأطراف المتصارعة في لبنان انطلاقا التي أساسا هي نقطة خلاف المحكمة الدولية بالأدلة وبإنجازها للعدالة إذا فهمت السؤال جيدا يتعلق بمصدقية الأدلة التي قدمت أو تعنينا شيئا بمحل أن المحكمة ليست محل إجماع إلى أي حد يمكن أن تشكل من الأساس مكان إقناع للبنانيين بما ستقدمه طبعا من الأساس عند بدء الكلام على تشكيل محكمة دولية هكذا كان الكلام الآن هذه المحكمة لا تصنف بمستوى المحاكم الدولية بالكامل هي محكمة خاصة بلبنان والتعبير المصطلح هو الاسم الصحيح لهذه المحكمة المحكمة الخاصة بلبنان يعني استغنية عن كلمة دولية يمكن أن ينقل أنها ذات طابع دولي كما تفضل الدكتور دكتور أبو كاسب كان هناك فعلا نقاش حاد بين اللبنانيين حول ضرورة إنشاء هذه المحكمة الآن أصبحت هذه المحكمة رغم كل العيوب التي رافقت تشكيل المحكمة على المستوى الدستوري على مستوى الدستوري اللبناني وأبرام المعاهدة مع الأمم المتحدة لإنشاء هذه المحكمة صحيح كان بين اللبنانيين كان الرأي منقسما يعني حول لجوء إلى محكمة أو الاعتماد على القضاء اللبناني الذي باعتباري عندي أنا أعتبره مرجعا صالحا لكي ينظر بهذه القضية مثلما نظر في أوقات سابقة بقضايا ربما لا ترقى إلى مستوى أهمية هذه القضية التشكيل المحكمة بحد ذاته شابته عيوب كثيرة لجهة إبرام المعاهدة كان مفترض مثلا أن رئيس الجمهورية وكان هناك فخامة الرئيس إميل لحود كان موجودا ولكن الاتفاق مع الأمم المتحدة حول إنشاء هذه المحكمة لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية وقع نيابة عنه وزير العدل هذا أمر أثير في وقت من الأوقات أمام المحكمة بالذات وأحد الأشخاص الذين كان لهم دور فاعل في هذه المحكمة أنا أتكلم عن السيد نيكولا ميشيل أعترف أمام هذه المحكمة بأن طريقة إنشاء هذه المحكمة ليست متوافقة مع الدستور اللبناني هذا أمر على حد الآن هذه المحكمة قائمة وهي بكل الحالات تمثل محكمة عليها أن تقوم بوظيفتها القضائية يعني العدالة ممارسة العدالة كشف الأدلة الدعم الأدلة الوصول إلى أحكام مبنية ليس فقط على الظن والشك بل على القناعة الوجدانية الكاملة هكذا تصدر الأحكام عن المحكمة ذلك نسأل ربما مرحلة التحقيق عفوا يكفي أن تكون هناك شبهة يعني شبهة تبرر الظن وهذا هو دور الإدعاء العام الآن في هذه المحكمة وربما ما كنت أسأل عنه يفتح ربما للمجال أكثر بالنظر إلى المشهد السياسي اللبناني وحتى يعني الواقع في المنطقة إلى أي حد ربما قد تؤثر أو تنعكس على من المشهد السياسي اللبناني انطلاق المحكمة أو جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبقى معنا سيد سلامة ودكتور أبو كسم ونتابع أيضا الودعي العام في المحكمة الدولية الخاصة أوضح تهمة المتهمين الأربعة فيما وجهت المحكمة تهما بالقتل المتعمد لعدد كبير من الأشخاص سار الحاف سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين أسد حسن صبرة وحسين حسن عنيسي أسماء ضجت فيها قاعة المحكمة الدولية في أولى جلساتها اتهم بدر الدين وعياش بالتخطيط قبل ثلاثة أشهر وبتنفيذ الاغتيال فيما اعتبر صبرة وعنيسي متواطئا نورمان فارل المدعي عام المحكمة أكد أن جهات داخلية وخارجية خططت لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مشيرا إلى أن المعتدين استخدموا كمية ضخمة من المتفجرات المدعي العام أوضح كذلك مهمة كل من المتهمين في القضية لافتا إلى أن عياش تولى مراقبة الحريري وشراء فان المتسوبيشي أما بدر الدين فاستعمل ثلاثة عشر خطا خلويا من العام 1997 إلى العام 2009 أحدها ضمن الشبكة السرية المستخدمة في الاعتداء بحسب المحكمة فيما شارك صبرة في إيجاد الشخص المعروف بأبو عدس والتهم مع لا نيسي بتسجيل شريط فيديو كاذب باسم جماعة إسلامية متطرفة تتبنى العملية ووجهت المحكمة تهم انهيار جزء من فندق سان جورج والقتل المتعمد لرفيق الحريري والقتل المتعمد لواحد وعشرين شخصا عبر تخطيط مسبق باستخدام مواد متفجرة إضافة إلى محاولة القتل المتعمد لعدد كبير من الأشخاص عام 2005 وبالعودة إلى ضيوفنا ومباشرة إلى الدكتور أبو كاسم عندما نتحدث عن توجيه اتهام لأربعة أشخاص من تيار أو فصيل أو طرف معين في لبنان هناك اتهام لهؤلاء الأشخاص من حزب اللام إلى أي حد هذا الموضوع والمحكمة الدولية قد تسهم أو تؤثر على المشهد السياسي وتزيد من الانقسامات السياسية وربما الطائفية في لبنان أولا في القانون أن هذا النوع من المحاكم الجنائية كانت دولية أو دطابع دولي تحاكم أفراد ولا تحاكم منظمات أو أشخاص أكان من القانون العام أو مؤسسات دولية وإلى ما هناك حاليا نحن بصدد اتهام أفراد وأيضا في المحكمة أن كل متهم هو بريء حتى تثبت إدانته هذا شيء واضح ومبدأ عام في القانون أما لناحية التدعيات طبعا هناك تدعيات كبيرة ولكن بسبب صدور قرار الاتهام وبدأ واضحا في 17 كانون الثاني من العام 2011 فليست هناك مفاجأة لدى الجمهور اللبناني بمعرفة ماذا سيقول المدعي العام وبالتالي النتيجة أصبحت معروفة وأيضا الأطراف السياسية تعاملت مع موضوع نشر القرار الاتهامي وصدور القرار الاتهامي بحالة لنكون مكبولة بالحفاظ على الأمن وعلى الاستقرار في البلد ولا يجب كثيرا أن ندخل هذه المحكمة في السياسة وإن كانت بدت وكانها تتهم حزبا معينا حزبا لبنانيا يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين إذ يجب العدالة أن تكون مفصلة عن السياسة واحترام القضاء وخاصة أن كل الأطراف تقريبا في لبنان بالرغم من تحفظاتهم على المحكمة تعاونوا بشكل أو بآخر أو ساهموا بتمويلها أو تغادوا عن طريقة تمويلها وبالتالي لست متشائم من هذا الوضع ولكن طبعا هناك عاطفة معينة لدى أهالي الضحايا وهناك أيضا أحداث في سوريا وفي المنطقة تأخذ أبعادا مذهبية ونفتش من حين إلى آخر هنا كيف نقوم أن نشعل نزاعا بين هذه الفئة وهذه الفئة الأخرى فالمحكمة دخلت عنصرا جديدا ولكن المحكمة تعرفون جيدا كم استغرق الوقت لإنشائها وكم استغرق الوقت لصدور القرار الاتهامي الأول وأيضا كم صبرنا لتبدأ هذه المحكمة المحاكمات وبالتالي يمكن المحاكمات تستطول وشهد مسار عملها دكتور أبو كسم وأيضا اسمحي لي أن أقول شيء إيجابي ننظر الأطراف اللبنانيين هم في حالة تشور بتأسيس وحكومة جديدة وبتشكيل هذه الحكومة وتم الاتفاق بالشكل على حكومة تجمع كافة الأطراف وبالتالي بالتوازي بين جميع الأطراف وبالتالي هذه إشارة ويعرفون جيدا أن المحكمة ستبدأ اليوم والاستشارات مستمرة وهناك تواصل كان مباشر وغير مباشر مع الأفريقاء فهذا يعود إلى وعي اللبنانيين بإبعاد الفتنة التي يمكن أن تتأثى من المحكمة كعنصر ليس مهما كعنصر هام ولكن ليس أساسي في الصراع الدائر في المنطقة وخاصة في الصراع في سوريا وبالعودة إلى سيد رشاد سلامة ربما أيضا شهد مسار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين ظهور لبعض التفاصيل فيها في مراحل معينة أو أيضا سير عملها إن كان بالسرعة أو البطاء ارتبط ببعض المراحل السياسية الخاصة بلبنان وكأن البعض يتحدث عن تسييس لهذه المحكمة واستخدامها في تفاصيل المشهد السياسي اللبناني اليوم سيد وليد جمبلات طلب أنه عدم استخدام المحكمة الدولية كعنصر أو تسييسها هل يمكن ذلك؟ هذا الأمر حصل وربما سيحصل لاعقا أيضا يعني هناك فريق من اللبنانيين ينظر إلى مهمة هذه المحكمة لأنها مهمة سياسية أكثر من طبعها القضاء يعني العملية القضائية التي تقودها المحكمة هناك كثير من الرأي اللبناني يعتبر أن هذه المهمة هي مسيسة بالأساس كون المحكمة أنشئت بقرار من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع كما هو معروف أنا أود أن أشير إلى شيء معين لفتني كثيرا في قرار الإتهامي الذي صاغه السيد بلمار المدعي العام السابق لله كل القرار الإتهامي خاضع للنقاش بطبيعة الحال كل الفقرات القرار الإتهامي خاضع للنقاش وهذه هي مهمة فريق الدفاع أمام المحكمة يعني مناقشة القرار وكل ما سيتقدم به المدعي العام ما لفتني بصورة خاصة وما أدينه بشدة في قرار بالمهر أنه انتهى إلى إتهام اثنين من المتهمين الأربع والمحاكمين غيابيا بجريمة أو بموجب قانون يعود إلى العام 58 شباط 58 كما أعتقد سمي في ذلك الحين قانون أعدام القاتل يعني من هو؟ ماذا يعني هذا القانون؟ هو يعاقب بعقوبة الأعدام من يرتكب جريمة على خلفية ليست سياسية بل على خلفية مذهبية أو طائفية هذا يعني في قرار بالمهر أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري باعتباره رئيسا ينتمي إلى المذهب السني الكريم قتله أناس ينتمون إلى مذهب آخر هم من الإخوة الشيعة في لبنان هذا المقطع الذي أشير إليه وحده يكون موضوع إثارة بالنسبة إلى اللبنانيين وفيما يطلب من المحكمة أن تؤمن العدالة وأن تحافظ كما هي مهمة مجلس الأمن على السلم في لبنان وفي كل أنحاء العالم وربما يسأل أيهما أبدأ أن نثير هذه النقطة لكي نطلع على مدى لا أريد أن أقول الإنحياز أو الخطأ مثل هذا الكلام كان ينبغي للمحكمة أن تحذفه مثل ما حدفت مثلا مسألة الشبكة ذات اللون الصفراء التي تكلمت عنها كان عليها أن تحذف هذا المقطع من الاتهام لأنه يثير الفتنة في لبنان وهو في طوبة حساسة نعرف ما هو حجم المؤامرة على مدى المنطقة العربية كلها ولبنان جزء منها لإثارة الفتنة في لبنان الفتنة المذهبية والطائفية لحظة راهنا حساسة يشهدها ربما لبنان وأيضا المنطقة تبقى معنا سيد سلامة ودكتور أبو كسم وهو ما يمهد للتقرير التالي حيث انطلاق عمال المحكمة الدولية في توقيت بالغ الحساسية بين اللبنانيين سيكون له أثار سيئة على الاستقرار السياسي لكن هل هي أثار آنية قريبة هم هي أبعد من ذلك قاسم عز الدين قبل أيام معدودة لم يكن من اليسير إقناع قسم كبير من اللبنانيين بأن توقيت أعمال المحكمة جاء مصادفة وفق جدول أعمال قانونية صرفة فالمحكمة أرجأت سابقا العديد من مواعيدها وطباطأت حينا ثم تسارعت أحيانا بالتزامن مع حدة الانقسام السياسي في لبنان حتى أيام معدودة أصرت القوى السياسية المناصرة للمحكمة على رفض مشاركة حزب الله في حكومة جامعة رفعت صقف خطابها بالدعوة إلى ما سمته تحرير لبنان من سلاح الحزب في هذا الصياق اعتقد كثيرون أن هذه القوى تعمل على الإفادة من أعمال المحكمة أو أن المحكمة توقط أعمالها بحسب حاجة مناصرها في لبنان لكن الجهود الفرنسية والأمريكية لنزع فتيل التفجير الأمني أثمرت مع السعودية تليين المواقف من الحكومة بحسب بعض الوزراء الذين زاروا السعودية فالقوى السياسية في لبنان باتت ترجح تأليف حكومة جامعة بضغط خارجي ولم يعد أمامها غير الاتفاق على الحقائب والبيان الوزري كما صرح رئيس الحكومة المستقيلة هذه التسوية التي يصفها البعض بالهدنة الظرفية لا تضمن اتفاق الأطراف السياسية المتبينة على الاستقرار السياسي في المدى الأبعد في هذا الأمر يخشى كثيرون من انزلاق لبنان إلى عدم الاستقرار إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا في المدى القريب اللبنانيون في هذه الحال سيتجذبون في انقسامهم السياسي بين مرحب ومندد كيفما كانت أعمال المحكمة القانونية بحسب التجربة والمتوقع في لبنان ما يزيد من خشية عدم صمود الهدنة أن وزير الخارجية الإيراني طالب السعودية من بيروت بالتعاون لتمتين الاستقرار اللبناني لكنه لم يلقى جوابا لا يبدو واضحا كيف ستنفذ المحكمة الدولية الحكم الذي ستصدر بحق المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في حال تمت إدانتهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى القضاء اللبناني الذي لم يقبض عليهم تمت من يقول إن المسألة أكبر أو أكبر من صلاحيات تنفيذ الأحكام محمد محسن التحقيقات انتهت الأدلة جاهزة ومضبطة الاتهام أيضا هذا ما تشي به الجلسات الأولى للمحكمة الخاصة بلبنان في لهاي المتهمون غائبون المحاكمة غيابية وهي الأولى في سجل المحاكم الخاصة إن قبلوا المثول هنا وعيدت المحاكمة من جديد فما قيمة ما يجري في غيابهم وإن بقوا غائبين ستصدر المحكمة حكما غيبيا تتوه صلاحية تنفيذه بين النظرية والتطبيق يعني بعد أربعة، خمسة، عشرة أو كما قال أحدهم 300 سنة مثلا بعد 300 سنة بده إذن برم هذا الحكم ساعتها ينفذ حسب مضمونه من ينفذه؟ نفذه المحكمة محكمة دولية؟ محكمة دولية لها صلاحيات تنفيذ الحكم؟ طبعا اللي بيحكم بنفذ ليس لديها وسائل القبر مش بل تقبل يعني ما عندها شرطة يعني هاي دي بدل شرطة بدل شرطة درج جزاق يعني قوة مسلحة فيما عندها تعتمد على غيرها لا شيء على أرض الواقع إذن لا القضاء اللبناني تحرك أو قبض على المتهمين ولا المحكمة تستطيع ذلك كما هو واضح بروتوكول التعاون بين المحكمة والقضاء اللبناني سار المفعول نظريا أيضا قانونيا من حق المتهم الاستئناف وإعادة المحاكمة قد يأخذ الأمر سنوات طوالا المحكمة أن أصدرت قرارا وانتهى عملها أين يكون مصيرها إذا انتهت مدتها ولم تجدد أو إذا لم تنعقد على تمديدها المهل بعد استنفاذ الإمكانية فتعود الصلاحية للمحاكمة اللبنانية بدل تنتهي دل المددة على طول ما بيصير يعني كل محاكم عم تنتهي محاكم السمو أدهوك يعني الخاصة مثل الشكل هذا تخلص وليه لم يقبض على أحد حتى يزجن وأن أبدت مثلا بعض الدول يعني استعدادها لاستقبالهم بدل مستعدة لاستقبالهم ما في شيء أكثر من ثمانين مليون دولار موازنتها للعام الماضي رواتب قضاة المحكمة وموظفيها لا يتقادونها في بلدانهم يرجح قانونيون أن يطيل هذا الأمر المحاكمة ويرجح آخرون أن تكون محكمة لهاي كغيرها من المحاكم هذه محكمة سلوبودان ميلوزوبيتش تشارف على الانتهاء مات المتهم لم يحضر آخرون للمحاكمة والدول المانحة ذات المصالح السياسية طبعا توقفت عن دفع حصصها من بعض المحاكم الخاصة إذن المرحلة الثالثة من المحكمة الدولية تم افتتاحها وفي قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري المراحل التي تمر بها المحكمة الدولية نتابعها في تقرير لعمر كايد منذ سنوات عدة تخذ القرار بإنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري جرت التحقيقات الأولية والتحقيقات الشاملة وصدر قرار الاتهام انتهت المرحلة الأولى من مراحل المحاكمة في المرحلة الثانية يحضر قاضي الإجراءات التمهيدية القضية للمحاكمة ويتابع المدعي العام ومكتب الدفاع تحقيقاتهم أما الآن تبدأ المرحلة الثالثة للمحاكمة أول جلسة علنية تفتتح بها هذه المحاكمة باعتبار أن الجلسات التي قامت بها المحكمة كانت جلسات تمهيدية لم تكن جلسات عامة علنية لتدرس موضوع القرار الاتهامي الذي أصدره المدعي العام لكن المحاكمة العلنية وإن بدأت فإن ثمت أمورا قد تساهم في تأجيل جلساتها إلى نحو ستة أشهر يقال أنه في تأرير ضخم دخلوا على الملف يعني ضموا للملف وهذا التقرير لا يجوز ضمه بالوقت الحالي وهالوقت الضيئ جدا موضوع تاني قد يكون الدفاع بحاجة لأمور معينة مثلا لتعيين خبير إلى علاقة بالمتخجرات بعد انتهاء جلسات المحاكمة يصدر القاضي قرارا بإدانة المتهم أو براءته إذا استأنف الدفاع أو المدعي العام تبدأ المرحلة الرابعة في هذه المرحلة تنظر غرفة الاستئناف في القضية وفي مدى التزام المحكمة المعايير القانونية تعاد المحاكمة إذا كانت هناك أخطاء قانونية أو قضايا مهمة اكتشفت لاحقا قد تؤدي إلى تغيير سير القضية العودة إلى ضيفينا وإلى الدكتور أنتونيو سابو كاسم تفاصيل كثيرة حقيقة في هذه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وربما كلمة خاصة بلبنان يعني يفضي إلى وجود هذه التفاصيل الكثيرة لكن أهمها ربما أنه إذا ما تم إدانة أي من المتهمين كيف ستنفذ الحكم لربما أين تتقاطع أو أين تقف الصلاحيات في الحقيقة يجب تصويب ما قاله المشاركون في هذه التقارير من أراء قانونية حسب الاتفاق بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان وحسب نظام المحكمة إن لبنان والمحكمة لهما صلاحية مشتركة والتعبير الفرنسي هو أوضح عندهم كمبيتنس كونكورانت وأيضا المادة الرابعة تقول أن المحكمة الخاصة بلبنان أسبقية على المحاكم اللبنانية وبالتالي إذا كانت المحكمة لم تحكم بقضية معينة أو لم تكمل المحاكمة بقضية معينة فالصلاحية تعود إلى المحاكم اللبنانية وبالتالي يمكنني أن أعطيكم ما جرى مثلا في محكمة يوغوزلافيا السابقة التي دامت سنوات أكثر مما كان متوقعا فجرى إحالة قضايا معينة إلى القضاء الوطني لبعض الدول مثل هرزيغوفين وغيرها وصربيا لإعادة المحاكمة بدءا من القرار الاتهامي الذي صدر في المحكمة الدولية ليوغوزلافيا السابقة فهذه أمور يمكن أن تحصل إذا المحكمة ما أكملت ولايتها وخاصة نعرف أن ولاية المحكمة جددت فقط لثلاث سنوات ابتداء من أول أدار 2012 فتنتهي في نهاية شباب 2015 ويمكن أن تمدد يمكن أن لا وبالتالي للقضاء اللبناني الصلاحية للنظر في هذه القضايا وربما بالعودة إلى ضيفنا هنا في الاستوديو أيضا استيد رشاد سلامة لا ندري إذا هي المسألة مسألة صلاحيات أمن الموضوع أكبر من ذلك ولا ندري إن كان من المبكر أن نتحدث عن مصير لهذه المحكمة الدولية كشكل نهائي كان سيكون المخرج قانوني أو ربما سياسي ما الذي يحكم سير أو سيحكم ربما سير هذه المحكمة بالنظر إلى الواقع في المنطقة وأيضا إلى لبنان نعم طبعا ستكون هناك مواكبة دائمة لأعمال المحكمة وسنسمع آراء مختلفة حول ما تقوم به هذه المحكمة بالذات سواء على مستوى الإدعاء العام أو على مستوى فريق الدفاع ما أحب أن أشدد عليه هو أن ليس من المنطقي أن نتوقع أن هذه المحكمة ستنتهي مهمتها بتاريخ معين لأن لا أعرف محكمة دولية توقفت عن عملها وعادت صلاحية النظر رغم الإشارة التي ألمح إليها الدكتور أنتونيوس إلى المحاكم الوطنية مهمة هذه المحكمة لا أتوقع في يوم من الأيام أن تعود إلى القضاء الوطني رغم أني أتمنى ذلك يعني لا مسألة التمويل ستكون حائلا دون متابعة هذه المحكمة لمهمتها ولا يوجد تاريخ محدد لانتهاء هناك طبعا مهلة ثلاث سنوات التي ستتجدد باستمرار مسألة التمويل لن تكون عائقا أمام المحكمة لأنه من الملحوظ أيضا في قانونها أنه يحق لهذه المحكمة يعني بموجب الاتفاقية القضائية الموجودة بين لبنان ومجلس الآمن والأمم المتحدة أنه يمكن أن يعتمد على دول مانحة أن تزيد من قيمة المنحة التي تخصصها لهذه المحكمة أو الاستعانة بدول أخرى لتعود ما يقصر لبنان عن دفعه على أن يعود للمحكمة أو يعود للمحكمة الحق بمطالبة لبنان بالمبالغ التي سددتها دول أخرى نيابة على أشكرك سيد لهذا السبب لا أعتبر أبدا من الممكن المراهنة على أن هذه المحكمة سينتهي دورها بتاريخ معين أو لسبب مثل هذا السبب يعني توقف لبنان عن المساهمة دفع المستحقات التي تعهد بها تجاه هذه أشكرك سيد رشاد سلامة نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية السابق ضيفنا هنا في الستوديو كذلك نشكر ضيفنا في الستوديو دكتور أنتونيوس أبو كسم الأستاذ الجامعي والمحامي الدولي إذن كما قلنا بدأت أولى جلسات المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفق الحريري بينما تتجه أنظار العالم إلى لاهاي وقف بعض اللبنانيين في موقع الانفجار يستذكرون تلك اللحظات زهراء ديراني هنا في هذا المكان قبل تسع سنوات اتقدت النار في الأرض والفضاء كان الانفجار الكبير الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفق الحريري الآن يبقى هذا التمثال شاهدا مع أسئلة عن الحقيقة في تلك الجريمة التي غيرت وجه لبنان توقفت عقارب الزمن دخل لبنان مرحلة دقيقة عندما ضرب انفجار هائل قلب بيروت وتعد صداه حدودها مشاهد فضت عبر الشاشات لشهداء تجاوز عددهم العشرين دمار وخرب وإرهاب زرع النار في المكان ذكرنا بس بدمار البلد وخربين مستقبلنا نحن كشباب راح وبعضهم بيروح الله يستر عادت الحياة لكن أثار الانفجار لا تزال مثلة في الأذهان والموقع يستذكر المرة كلما عبروا تلك اللحظات السوداء لحظات شق فيها الموت طريقة مدينتهم ويستذكرون رجل دولة نسج علاقاته على رقعة التنوع الطائفي والسياسي في لبنان يعنيني كثير بحبه أنا كثير ويعني الله يرحمه هذا المطرح بذكرني قبل 2005 كيف كانت البلد عايشة أحلى حالاتها ووضع سياسي كثير رائي من بعد 2005 إلى هلأ بعدنا عايشين وضع مزرل الآخر وتفجيرات ووضع تدحرجت كرة نار الاغتيالات وتفجيرات بعد تلك الجريمة ربما ينظر الحرير في هذه اللحظات إلى لهاي حيث بدأت جلسة المحكمة الدولية فيما ينتظر اللبنانيون أملا أخضر يعيد الاستقرار من بيروت زهراء الديراني الميادين تشهد موسكو حراكا دبلوماسيا مكثفا على أبواب مؤتمر جونيف اثنين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أجرى مباحثات مع نظيرها روسي سرقيا لفروف كذلك استقبله الرئيس فلاديمير بوتين كما جرى وراء أبواب موسضى لقاء ثلاثي جمع كل من لفروف وضريف ووزير الخارجية السوري وليد المعلم لتنسيق مواقف العواصم الثلاث سلام العبيدي ثم ترمزية كبيرة في الحراك الدبلوماسي هذه الأيام في موسكو على أبواب جينيف اثنين العاصمة الروسية احتضنت مباحثات وزير خارجيتها سرقيا لفروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ضريف موسكو تستعرض بذلك من هم حلفاؤها الحقيقيون في معالجة الأزمة السورية نجاح جينيف اثنين يمكن أن يتحقق من خلال مشاركة الجهات المعنية من الفصائل السورية ولسيما المعارضة منها التي لا تبدو صفوفها على ما يرام وأكد أننا نعد مشاركة إيران ضرورية جدا الموقف الإيراني في الشأن السوري في غنى عن التعريف تكفي الإشارة إلى أن الوزير الضريف استحب على طائرته من دمشق نظيره السوري وليد المعلم الرجلان واصلا التنسيق بينهما في الطريق إلى موسكو إذا حاولت قوى خارجية املأ شرطها على السوريين فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتنامية طرف في المنطقة برمتها في العاصمة الروسية التنسيق ثلاثي وثوابت هذا المحور هي الأولوية لمكافحة الإرهاب على الأرض السورية وعدم المساس بسيادة سوريا أرضا وشعبا والسوريون أنفسهم يقررون مصير وطنهم بالإضافة إلى أهمية مشاركة إيران في جينيف 2 مباحثة موسكو أفرزت أن مشاركة إيران في جينيف 2 تبقى أمانة معلقة في رقبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ليس لدى كل من روسيا وإيران وسوريا أجندة وراء الكواليس الدول الثلاث تلتزم موقفا شفافا مشتركا إذا أسبل تسوية الأزمة السورية ومشاورة موسكو جاءت لضبط عقارب الساعة بين العواصم الثلاث على أعتاب مؤتمر جينيف 2 سلام العبيدي موسكو الميادين ومعنا من موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط إلينا سبونينا أهلا بك سيدة سبونينا عندما يجتمع قبل أيام على مؤتمر جينيف 2 لاظروف ضريف والمعلم أي تنصيق يتم على أي أساس يتم هذا التنصيق اللقاء الثلاثي المفاجئ في موسكو له رمزية كبيرة رغم أنه استمر حوالي نص ساعة فقط موسكو تشير بذلك إلى أنه دور إيران في جينيفا سنين ممكن أن يكون مهما وفعالا في نفس الوقت روسيا أثبتت بأنه مدى تأثيرها على الحكومة السورية ليس قليل واليوم وزير خارجية سوريا سيد وليد معلم قد أكد مرة أخرى بأن الحكومة السورية موافقة على المشاركة في جينيفا السنين وهذا في الوقت تحيث الائتلاف لحتى الآن لم يحدد موقفها من هذا المؤتمر في سنين وعشرين من ينائر فروسيا الآن من جديد سبقت أمريكان في نجاحها الدبلوماسي هذا روسيا استطاعت إقناء هذا الطرف المهم وهي الحكومة السورية في ضرورة مشاركة في جينيفا لكن سيد سبونينا اليوم وكأن وزير خارجية الأمريكي جون كيري حدد الأساس الذي سيقوم عليه جينيفا الدول التي ستحضر ستكون موافقة على ما جاء من جينيف الأول روحية جينيف الأول هي التي ستؤسس في جينيف 2 وإضافة إلى ذلك أن شكل الحكومة أو المرحلة الانتقالية يجب أن تكون متوافق عليها من كل الأطراف من الحكومة والمعارضة وبالتالي الشخصية التي ستقود سوريا يجب أن يتم التوافق عليها من الطرفين وهو ما يخرج ربما الرئيس الأسد من هذه المعادلة نعم أنا اليوم تكلمت بالتليفون بأدة ممثلية المعارضة السورية في إستنبول وفي دمشق هذا كان أحد من مطالبهم سيد جون كيري فقد كرر ما تطالب به المعارضة السورية بما فيها في الداخل وبما فيها في الخارج ولكن بنسبة لجينيف الأول أنتم تعرفون بأن حتى أمريكا وروسيا تفسران بشكل مختلف بعض البنود للوثيقة النهائية للمؤتمر جينيف الأول فمبدئيا الحكومة الإيرانية وأيضا السورية ليست لديها أي مشكلة مع وسائط جينيف الأول بمفهومها الروسي ولكن الخلاف ما زال موجود الخلاف الأساسي هو ربما في تأويل جينيف الأول وربما الخلاف هو ما سينتقل إلى جينيف الثنين هذا ما أفهمه منك أم أن هناك ارتياح بأن الجهة المقابلة للحكومة السورية لن تكون حاضرة طالما لا تخضع الحكومة السورية أو لا تذعن لما تشترد به أو المعارضة التي ستحضر في جينيف الثنين الحكومة السورية هي وافقة على فكرة المؤتمر وأشير مرة أخرى وهذا خلافا مع موقف الائتلاف وأما البنود التي تسير خلاف ما بين وسطاء دوليين وأيضا ما بين أطراف النزاع هي تتعلق بالمصير السياسي لرئيس بشار الأسد وبفكرة الهيئة الانتقالية ولكن هذه المسائل من المستحيل أن تنحل قبل بداية مفاوضات السلام عليها أن تنحل من خلال هذه المفاوضات ومثل ما قال اليوم سيد سرغي لفروف مؤتمر جينيف الثنين وبداية الطريق وهذا الطريق ممكن أن يكون طويل ممكن أن يستمر عدة أشهر فعلينا أن نبدأ فهذه هي فكرة روسيا وهذه الفكرة الآن مؤيدة من قبل سوريا وهي الفكرة أيضا التي أكد عليها وزير الخارجية الأمريكي اليوم جون كيري بأن البداية ستكون من جينيف الثنين لكن شكل هذه البداية بات واضحا لربما من نسبة لروسيا إيران سوريا انطلاقا من هذا اللقاء اليوم نعم روسيا تريد أن تنعقد أن ينعقد مؤتمر جينيف الثنين في 22 يناير رغم أن الشكوك ما زالت موجودة بسبب موقف المعارضة الملحوظ بأن أمريكا أيضا موافقة على هذا الشيء ومشكلة الآن بعد مفاوضات في باريس ليس في موقف أمريكا أمريكا موافقين على كل شيء مع روسيا باستثناء التفاصيل المذكورة ولكن هذه التفاصيل تنحل من خلال المفاوضات المشكلة في موقف المعارضة والمشكلة في موقف بعض اللاعبين دوليين مثل المملكة العربية السعودية شكرا لك سيدة إلينا سبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط كنت معنا مباشرة من موسكو